اشتركوا في القناة بيرزيت أول جامعة عربية في فلسطين يشرف عليها مجلس أمناء يقرر سياساتها ويتحمل مسؤولياتها سنة 1924 بدأت الجامعة كمدرسة ابتدائية في بلدة بيرزيت وسنة 1930 تطورت إلى مدرسة ثانوية للبنين والبنات عام 1953 أضيف الصف الجامعي الأول وسنة 1961 أضيف الصف الجامعي الثاني عام 1967 اقتصر التعليم فيها على المرحلة الجامعية المتوسطة وصارت كلية بيرزيت عام 1975 أضيف الصف الجامعي الثالث وتحول اسمها إلى جامعة بيرزيت أما عام 1976 احتفلت الجامعة بتخريج أول فوجا من حملة البكالوريوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا انت راح تكون مثل الطلاب هدول اللي جايين يزوروا جامعة بيرزيت واحنا راح نحاول نساعدك تعرف ايش هي جامعة بيرزيت وعشان تعرف يلا تعال معنا نورجيك أقسام الجامعة واحد واحد ها هي كلية العلوم فيها دواء الأكاديمية التالية الكيميا الأحياء الفيزياء ورياضية احنا هلا في كلية التربية فيها دائرة المناهج والتعليم معلم المرحلة الأساسية وفيها برامج التخصصات التالية تعليم العلوم تعليم الرياضية تعليم الاجتماعيات كلية تكنولوجيا المعلومات وفيها برنامج هندس تنظيمة الحاسوب وبرنامج علم الحاسوب كلية الأداب تعتبر أكبر كوريا في الجامعة وتحتبع على أكبر عدد من الدوائر منها دائرة اللغة العربية وأدابها دائرة اللغة الإنجليزية وأدابها وتشمل علىها في رعية الترجمة ودائرة اللغة للفرنسي وكمان دائرة علم الاجتماع وعلم الإنسان دائرة التاريخ والأثار دائرة الجغرافية دائرة علم النفس وكمان برامج الإعلام تتفرع من كلية الأداب كلية الهندسة في عنا الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكس نحن نعلق بكلية الحقوق والإدارة العامة اللي بتضم القانون والعلوم السياسية والإدارة العامة كلية التمريد والصيدلة والمهن الصحية تضمن أكثر من دائرة وبتقدم أكثر من تخصص مثل تخصص التمريد، تخصص علاج النطق والسماع، تخصص التغذية والحمية، وأخيراً تخصص دكتور سيدلي موسيقى 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 تعتمد الجامعة نظام القبول المباشر لبرامج التخصصات والقبول غير المباشر للكليات ففي حالة القبول المباشر يقبل الطالب في التخصص مباشرة مثل اللغة العربية أو الفيزياء أما في الحالة الثانية فيقبل في الكلية مثل كلية الآداب أو العلوم اختيار التخصص هو أمر محير وصعب عشان هيك إحنا لازم نفكر صح عادة بناخد هاي المشهورة من صحابنا، من الأهل، من المدرسين بس بالنهاية هذا القرار غرارك إنت وإنت رح تتحمل مسؤوليته عشان هيك اختار التخصص اللي بناسبك وبناسب ميولك وقدراتك ورغباتك كيفية الالتحاق بالجامعة بداية يتم الإعلان عن فتح باب القبول في الصحف المحلية وعلى صفحة الإلكترونية للجامعة وبإمكانك الحصول على بطاقة طلب الالتحاق لدرجة البكالوريوس من كافة فروع البنك العربي وبنك فلسطين وفرعه في حرم جامعة بيرزيت يتم تعبئة طلب الالتحاق إلكترونياً عبر الرابط في بطاقة الالتحاق يتم تزويدك برقم الطلب ورمز المرور وعند إدخالهما تقوم بتعبئة طلب الالتحاق بالجامعة إلكترونياً وبعد قبولك وتزديد الأقصاد سوف تحصل على الرقم الجامعي ورمز المرور الخاص بك على صفحة رتاج تمنيتي لكم بالتوفيق والنجاح وأهلاً وسهلاً بكم في جامعة بيرزيت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة